أستاذ طارق من أسيوت أيه السلام عليكم اتفضل يا أستاذ طارق أهلا بك يا دكتور سلام عليكم عليكم سلام عليكم على فكرة ما أنا في الحقيقة مثل هذه الظواهر قبل ما تكلم يا أستاذ طارق أنا مع حضرتك بس مثل هذه الظواهر كفاية لأنها بتوجع القلب يعني أرجوكم يا أباء يا أمهات لو سمحتم على رسلكم بالراحة شوي بالراحة على البيوت بالراحة على الأولاد أولاد أصلا مش مؤهلين للجواز احنا عملنا عملنا المبادرات عشان نأهل المقبلين على الزواج عشان الأولاد مش مستعدين فما تزودوش كمان واجع الأولاد وتدوسوا عليهم كمان فواحدة واحدة على أولادنا الله يكرمكم عشان نقدر المجتمع يتعافى أستاذ طارق أستاذ طارق من أسيوت تفضل أستاذ طارق أهلا بك يا دكتور الله يبارك في حضرتك يا فانت يا مرحبا بك كل حلقة بتعلم منك الله يرضى عنك ربين يزيلك من مبادرات ما شاء الله عليك يعني ما شاء الله عليك واستأذنك يعني كان الموضوع النهاردة جميل جدا بس نحط عليه تسعمائة خطوك تسعمائة فكرة يعني يتتكرر ويتفهم منها يعني زي ما حضرتك بتقول يعني المصداقية لازم تبقى موجودة ما بين يعني ما تزعلش مني حضرتك ومراتك ما يجيش انت هتخبع على مراتك معلش معزرطا وهي هتخبع عليك معلش انت مش متجوز كأجار حضرتك الراجل مش من الدنيا هي هتعرف ايه اللي كان بياخده يوم القيامة لما هتقف قدام ربنا انت مواخدهاش كده ايه فسحة انت وهي فانت الراجل والست تمام انت مش متجرين شقة على فكرة انت مش متجرين شقة مع بعض ولا انتوا مع بعض في المدينة الجامعية يعني انتوا مش مع بعض في المدينة الجامعية بالضبط كده اللي انا عايز اوصله هو تأمنى ان حضرتك تطمع من النقاط دي بنقاط كتيرة عشان خاطر ايه الحاجات دايما دايما كل شوية تاني انا بزعل والله يعني تعرف انا لما بلاقي مشاكل كتير وكل يوم والتاني واحد يطلع يتكلم بمشكلة ولا واحدة تطلع بمشكلة انا بابقى زعلان النقطة دي فبالله عليك يعني خلي الحوار ده حاط مستمر على رأس عند حداك سؤال والست سطرق نعم عند حداك سؤال اه انا هكمل بس فطر ستناك بحتي بتتين صغيرين فطر في خطب الجمعة يعني كلنا حفظين كلنا عارفين وكلام ده بس يكون في خطب الجمعة حاجات زي دي حاط بجد صدقني لان الراجل والست والصغير قاعدين وشايفين واللي مقبل على الزواج شايف وسامع عشان خاطر لم يجي طق عنده فكرة فذكر فان الزكرة تنفع ايه المهمين صح كده يا الله يا سيدي دي الحتة التانية السؤال سؤال سؤال يا ربنا نسلح الحال يا رب وصح حضرتك بالنسبة في حاجات دلوقتي للأضحية تمام يعني فيه سكك كده في الأضحية يقولك أنا هديك الأضحية قصة هل ده جائز يعني انك انت تاخد مثلا ايه السبع مثلا السبع بتاعك انك انت يدهولك على قصة طول مرحلة السنة هل ده جائز بس أستأذنك يعني في النقطة دي وحنا دخلين على شهر ايه حاض كريم يعني فنتمنى تفاصيل الحاجات بصوا جماعة احنا خلينا بس نقول اوانا باشكر الأستاذ طارق على هذه الجزء اللي ولاني من المكالمة واكمل على سؤاله اللي انا عايز اقوله بس ببساطة خالص اني لازم نفهم اني فكرة الغموض دي مش باب من أبواب الراحة فكرة الغموض هي فكرة الجلوس في الظلام لازم نفهم كده اللي بيمارس الغموض هو مش بيرتاح هو قاعد في الظلم إلا لما يخرج بالظلم بقع يشوفه ربنا بيوريكم فعشان كده بلاش الغموض نرجع بقى لسؤاله لأستاذ طارق الاستاذ طارق بيقول حاجة مهمة جدا 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 أنا عايز افهم بس اقول حاجة انا هتكلم على الفتوى هتكلم على الحكم بس هتكلم كمان وتحصل عليه انت او اي خدمة بتحصل عليها انت عن طريق ان حد بيجيبها لك وانت بتقصد تمنها دي جائسة يعني إذا كان واحد يشتري لك حاجة وهيقصط لك تمنها دي جائزة الكوباية دي التابلت ده التربيزة دي كل حاجة حتى يشتريها لك ويقصط تمنها دي ما فيهاش حاجة حتى على فكرة حتى لو كان هو مش شغال في ده لأن في الآخر خالص هو قادر على أنه يسلم لك ده ولا ما يسلمه لكش قادر قادر على أنه يسلم ده فأي حاجة هتكون بالقصط في أي حاجة في حياتك دي جائزة بيكون بقى السؤال فين طب بفرض هو مش شغال في الموضوع ده حتى لو مش شغال في الموضوع ده وهيشتري لك ده اسمه بيع بالقصط فإذا كنت انت هتاخد ده ويقصط لك عليه قصط لك عليه شهر شهرين 3-4 مفيش مشاكل فالبيع بالقصط جائز البيع بالقصط جائز جائز في كل شيء يبقى البيع بالقصط جائز في كل شيء واضح؟ واضح أنا بقى عايزة أتكلم في إطار شويتين 3 في إطار مهم جدا 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 أنا لا أحب الإغراق في الديون يعني إيه لا أحب الإغراق في الديون إحنا عندنا فكرة الاستطاعة يعني الشخص إحنا عندنا الأضحية سنة مؤكدة الأضحية مالها سنة مؤكدة وأنا لا أحب إذا ده جائز ولا مش جائز جائز بس خلاص الحكم هو أن ده جائز خلاص أنك تشتري ده جائز ليه طيب؟ لأن أي حاجة تستلمها وتدفع تمنها وتدفع ده معنها مقصطا فده جائز فالبيع بالقسط جائز طيب إيه اللي أنا عايز أتكلم عنه؟ لو سمعتم إحنا الآن لازم ندير احتياجاتنا لازم ندير احتياجاتنا فأنا شايف إن إحنا نفكر بعد كده في إمكانياتنا والله سبحانه وتعالى إذا كانت دي إمكانياتنا فالله سبحانه وتعالى إذا كنت أنا مش قادر سيعطيني الثواب وكأني قادر فأنا عايزة أعمل إيه؟ ما ينفعش إن حد يستدين هنا ويستدين هنا ويستدين هنا ويستدين هنا عشان هو لازم يعمل اللي كان بيعمله وهو قادر على دفع تمنه فأنا عايزة عايزنا نفكر شويتين تلاتة في الرشادة في كل شيء في الرشادة في كل شيء وإياكم في مسألة الأغرق في الديون أنا ليه قلت كده؟ لأن السؤال اللي بيقوله استاذ طارق وكأنه عنده حاجة هو ما أقدرش يقول هالي إيه الحكاية؟ إحنا كل حاجة نستدين فيها كده فأنا عايزكم بس نعيد التفكير مرة تانية آه صح ده جائز لكن نعيده تفكيركم في الاستدانة بشكل واضح لأن الوقت عندنا اللي إحنا فيه دلوقتي مش وقت توسع في الاستدانة ده مهم جدا لكن وقت إيه؟ إدارة للموارد يعني فيه حاجات هنق هنتنازل عنها وفيه حاجات مش هنقدر نعملها يعني فيه ناس كانوا بيعملوا عمرة كل سنة نصحتي إن هم يحفظوا على أولادهم أكتر يحفظوا على تعليم أولادهم أكتر مش هو يصر على إنه يروح لعمرة وأولاده محتاجين إنه هم فيروح يستدين لا 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 نعيد هيكلة نفقاتنا مرة تانية لأن الوقت ده تمحتاج ده جدا جدا جدا